اعتقدت أنها ذاهبة في موعد غرامي، لكن الأمور تحولت إلى كابوس وحشية. في الجمال الخلاب لجزور اليونان، يتحول مشهد يبدو عاديا إلى كابوس من الوحشية، ويكشف عن بطن مظلم من التحيز والامتياز والعنف الذي لا يصف. تفضلوا بالبقاء معنا، ونحن نكتشف القصة المرعبة لإليني توبالودي، وهي امرأة شابة التقت عن غير قصد مع رجلين، واطلقت العنان لموجة من الغضب، وأشعلت أمة، وأثارت حركة من أجل العذالة والتغيير. في نوفمبر عام 2018، كانت إليني توبالودي، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عاما، تعيش حياة أحلامها في جزيرة رودز اليونانية الخلابة. ولدت إليني لأبوين فيينا وكولا توبالودي، في مدينة ديري موتيكو الحدودية. كانت شابة مشرقة وطموحة وموهوبة للغاية، لقد انتقلت إلى رودز للدراسة في جامعة إيجوان، وأسرعا ما وقعت في حب أجواء الجزيرة العالمية والسكان المحليين الودودين، والأجواء المريحة في الجامعة. في هذه الجزيرة الجميلة، التقت مع رجلين سيغيران مصار حياتها إلى الأبد. في أحد الأمسيات المشؤومة من شهر نوفمبر، كانت أليني تتصفح موقع فيسبوك عندما تلقت رسالة من أليكساندر لوكا، وهو رجل ألباني يبلغ من عمر 19 عاما يعيش على الجزيرة. لقد تواصلوا قبل أسبوع واحد فقط، وكانت تفاعلاتهم عبر الأنترنت منتعة. بدأ أليكساندر ساحرا، حيث كان يمدحها ويشاركها اهتماماته، بما في ذلك حبه للماراتونات الخيرية. قرر الاجتماع في موعدٍ في مطعم كبابٍ محلي في السابع والعشرين نوفمبر عام الفين وثمانية عشر. لم يكن لدى أليني أي سببٍ للشك في أن حياتها على وشك أن تأخذ منعطفاً مرعباً. أعرض عليها أليكساندر أن يستحبها من شقةها وقابلت غير مدركةٍ للنوايا المظلمة الكامنة تحت الصدح. في تلك الأمسية الدافئة من شهر نوفمبر، وصل أليكساندر إلى شقتها في شاحنةٍ صغيرة. ولكن المفاجأة لأليني كان هناك رجلٌ آخر، مانولي كوكورا ينتظر في المقعد الخلفي للشاحنة. وجدت نفسها في موقفٍ محيرٍ متسائلةً عن سبب قيام شخصٍ ما بإحضار صديقٍ في الموعد الأول. تقبلت أليني الظروف وتوجه الثلاثة إلى مطعم كباب. ينحدر مانولي من عائلةٍ محليةٍ ثاريةٍ ومؤثرةٍ تمتلك العديد من الشركات في الجزيرة. لقد كان معتاداً على استخدام ثروة عائلته ومكانتها لتحقيق مراده. وكان له تاريخٌ من الخلافات مع القانون. بما في ذلك الصرقة والاعتداء الجسيم، كانت الشاحنة الصغيرة التي كان فيها مملوكةٌ لوالدين مانولي. وطول المساء كان يتباهى بثروته ومكانته. ومع تقدم المساء، اقترح الرجال الذهاب إلى منزل مانولي الصيفي بالقرب من ليندوس، بدلاً من تناول الطعام في أحد مطاعم الوجبات السريعة. وافقت ألني على مضدٍ على الخطة الجديدة، بينما كانت تشعر بعدم الارتياح بشأن الموقف. لقد أرسلت رسالةً نصيةً إلى صديقٍ تطلب منه الاتصال بها خلال ساعة، على أمل الحصول على عذرٍ للمغادرة إذا اتخذت الأمور منعطفاً سيئاً. وبالفعل اتخذت تلك الليلة منعطفاً مظظماً وعنيفاً، عندما اقترح مانولي واليكسندر في المنزل الصيفي، إقامة علاقةٍ ثلاثيةٍ على ألني. شعرت بالصدمة وعدم الارتياح ورفضت عرضهم. رداً على ذلك أصبح الرجال عدوانيين ومهددين. قاموا بصحب سكينٍ واعتدوا على ألني وقاموا بتقييدها في النهاية. قاومت ألني بشجاعةٍ لكن دون جدوى. أخذوها إلى غرفةٍ بها فرشتان متسختان، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي والضرب المبرح. ظلت ألني على الرغم من إصابتها الشديدة صامدةً واستمرت في المقاومة. وعندما أدركوا أنها ستبلغ الشرطة عنهم. حاولوا خنقها لكنهم فاشلوا. وفي محاولةٍ أخيرةٍ لإسكاتها ضربوها مراراً وتكراراً بالحديد على رأسها. وعلى الرغم من إصابتها كانت ألني لا تزال وعيةً على قيد الحياة. ثم ألقى بها الرجال فوق منحدرٍ بعيدٍ في المياه الضحلة بالأسفل. سقطت ألني على عمق عشرة أنتارٍ في الماء. الذي كان ضحلاً جداً حيث لا يمكن أن يغمرها بالكامل. لقد عانت من موتٍ بطيءٍ ومؤلمٍ غرقاً في المحيط الضحل. في صباح اليوم التالي. اكتشف إثنان من الصيادين جثة ألني المحطمة والتي لا يمكن التعرف عليها. وتم تنبيه السلطات وبدأ التحقيق في مقتلها. لقد دمرت الأخبار عائلة ألني وأصيب أصدقاؤها بالصدمة من احتمال حدوث مثل هذه الجريمة المروعة في جزيرة رودز المثالية. قادت لقاطات المراقبة من خارج شقة ألني الشرطة إلى أليكساندر ومانولي. تم القبض على كلاهما واحتجازهما. أثناء الاستجواب اعترف أليكساندر بتورطه في مقتل ألني. وروى الأحداث المروعة التي وقعت في تلك الليلة المأساوية. كشفت محاكمة أليكساندر ومانولي عن المواقف العدائية للأجانب في النظام القانوني اليوناني. حيث صورت وسائل الإعلام أليكساندر على أنه أجنبي أفسد مانولي. ابن العائلة الثرية المؤثرة. تم إخفاء خلافات مانولي السابقة مع القانون. بما في ذلك تهم الاعتداء الجنسي. تعرضت إلني لإلقاء اللوم على الضحية في وسائل الإعلام. حيث تم تصويرها على أنها امرأة متحررة يزعم أنها تريد علاقة ثلاثية. وكشفت المحاكمة أيضا عن إهمال سلامة النساء في اليونان. حيث كانت إلني ضحية اعتداء جنسي في الماضي ونصحتها السلطات بإسقاط القضية. حتى أن فريق الدفاع عن مانولي سعى إلى استبعاد العضوات من هيئة المحلفين. بحجة أن النساء لا يمكنهن أن يكون محايدات في هذه القضية. على الرغم من المناورات القانونية ومحاولة تصوير مانولي على أنه مشارك غير الراغب. فقد حكم على الرجلين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إلني. ومع ذلك في اليونان يمكن أن تصل عقوبة السجن مدى الحياة إلى عشر سنوات. كما حكم عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بتهمة الاعتداء الجنسي. مما يجعل الحد الأدنى للعقوبة خمسة وعشرين عاما. وأظهرت مقاطع فيديو من السجن أن الرجلين يواجهان نصيبهما من العنف خلف القضان. أطلقت عائلة إلني تخليدا لذكرها حملة ضد قتل الإناث. للضغط من أجل اعتراف قانوني أقوى بالجريمة في اليونان. وحدت قصة إلني المأساوية الناس في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وواصلت عائلتها زيارة قبرها وصلوا من أجل السلام والعدالة. انقطعت حياة إلني على يد رجلين لم يرى فيها سوى قيمة جسدية قليلة. لكن إرثها لا يزال حيا من خلال جهود عائلتها والحركة المكافحة قتل النساء. إن قصتها بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وكرهية الأجانب أثناء السعي لتحقيق العدالة للضحايا. تكريما لإلني تواصل عائلتها العمل بلا كلل لضمان الاعتراف بقتل الإناث كجريمة في اليونان. لقد واجهوا العديد من التحديات. بما في ذلك التحيز الثقافي المتواصل الذي غالبا ما يلقي باللوم على الضحية. وعلى الرغم من هذه التحديات فإنهم مصممون على إحداث التغيير. لقد أصبحوا مناصرين صارحين وشاركوا قصة إلني لرفع مستوى الوعي حول قتل الإناث. والضغط من أجل قوانين أقوى لحماية المرأة في اليونان. أنشأت عائلة إلني حملة تخليدا لذكرها. على أمل منع العائلات الأخرى من تجربة الألم والخسارة التي عانوا منها. وقد اكتسبت حملتهم قدرا كبيرا من الاهتمام والدعم. ليس فقط في اليونان بل وأيضا في مختلف أنحاء العالم. لقد أشعلت قصة إلني حركة حيث احتشد الناس للمطالبة بالعدالة لها ومعالجة قضية قتل الإناث المنتشرة. بينما يواصلنا النضال من أجل التغيير. غالبا ما تزور عائلة إلني قبرها لوضع الزهور وتلاوة الصلوات. يجدون العزاء في معرفة أنهم يعملون على التأكد من أن وفاتها لم يذهب سودان. إنهم يأملون في المستقبل أن تنجو الشابات الأخريات من الفضائع التي تحملتها إلني. في أعقاب مقتل إنالي وجدت اليونان نفسها تتصرع مع قضايا قتل النساء وكرهية الأجانب وسوء معاملة النساء. كشفت القضية عن مشاكل عميقة الجذور داخل النظام القانوني ووسائل الإعلام والمجتمعي ككل. وشددت على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات قانونية شاملة لحماية المرأة وضمان أخذ جرائم مثل قتل الإناث على محمل الجد. وأصبح دور وسائل الإعلام في إدامة الصور النمطية والتحيزات الضارة واضحا بشكل صارخ. تم تصوير إلني بشكل غير عادل على أنها إمرأة طليقة وألقي عليها اللوم في العنف الذي تعرضت له. إن إثارة وإلقاء اللوم على الضحية في وسائل الإعلام ليس أمرين غير وعادلين فحسب. بل يعززان أيضا القوالب النمطية الضارة المتعلقة بالجنسين. إن قصة إلني بمثابة تذكير مؤثر بالحاجة الملحة للتغيير في اليونان وخارجها. وهو ما يسلط الضوء على أهمية معالجة تحيزات المتواصلة ضد المرأة وسوء معاملة الناجيات من الاعتداء الجنسي. والحاجة الملحة إلى حماية قانونية أقوى للنساء. يستمر إرثو إلني من خلال تثان عائلتها الذي لا يتزعزع في تحقيق العدالة والتزامهم بمنع قتل الإناث والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وبينما نتأمل في قصة إلني. نتذكر أن التغيير ممكن عندما يجتمع الأفراد والمجتمعات معا للمطالبة بالعدالة والمساواة. أثارت وثاة إلني المأساوية حركة ستستمر في الدفع من أجل الإصلاحات القانونية والتغيرات الثقافية اللازمة لحماية المرأة. وضمن عدم مقتل المزيد من الأرواح بسبب قتل الإناث. وتخليداً لذكرها يجب علينا أن نستمر في الوقوف والتحدث علناً. والنضال من أجل عالم تستطيع فيه المرأة أن تعيش متحررة من الخوف والعنف. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناح. كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز. ترجمة نانسي قنقر